انا عايزة برجل انا عينة ماما انت عايزة برجل علشان عينة؟ اه ماما طب سليمي على اصحابنا الاول بيسألوا على نوة ماتي طيقة طعابي مش هتعمل ليه يا ماما حاجاتي الرحلة؟ حاضر هجهزلك النهاردة افكار جميلة جدا للرحلة وكمان الجزء التاني هيكون تحويل لأكل البقالة لأكلات فخمة جدا جدا هتعجبكم كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش لايك وانا عايزة الله على اللحلة ماما بس انت لسه صغيرة مع اللعن مع المعين خلاص لما تكبرها هتروح الرحلة اول لانش بوكسر عمل هولت بالوافلز الله انا بحب الوافلز ضفت العجينة كده فقلت الوافلز وبعد كده بنسيبها لحد ما تكون العلامة خضرة وكده الوافلز جاهز ومقرمش ولونه كده جميل جدا بعد ما جهز الوافلز ضفنا عليه العسل اتعجب الماما للوافل اتفضلي بس هو توقع الطبق اتعجب الماما والوافلز اللي هنستخدمه للرحلة هتطلعوا مقرمشين جدا فهعمل بيه مختراح كده وافلز البيتزا ضفت اول حاجة الصلصة وبعد كده الجبن الموزرلة والزاتون وبعد كده السلامي وشرايح الفلفل وبتاخلها الفرن لحد ما تكون كده الجبنة ساحت وكده الوافلز البيتزا جاهز معينا واو ده اختراح جميل يلي يا ماما هنفسي اروح الرحلة بسرعة استنى لما نضيف العصير وكمان شكولاتها ايمان ديمس واو ودي اول فكرة جاهزة معينا وبالوافلز الثانية عملت اختراح كده هناكله طبعا في البيت مش هينفع ناخده معنا الرحلة ابدا بضيف له بولة من الايس كريم ليه يا ماما انا عايز ااخده الرحلة طب ما هيكون الايس كريم ساح ابقى اشتري من هناك انت ايس كريم ماشي وضفت من الجنب ده موزايا ومن الجنب التاني كمان موزايا تانية بقى شاكله كده تحفة جدا وكمان لسه هنزينه بصص الشوكولاتة والنص التاني بصص فراولة واو يا ماما شكله يجنن ايه رأيك عمل ازاي اكل مطعم ينفح كده اكله في مطعم اه طعمه اكيد طبعا هيكون تحفة تاني فكرة بقى في الرحلات دايما بناخد البتي او المولتو او يقوش بسهات كمان فانا هدمجلك كل ده مع بعضه وهعملك منهم اكلة لذيذة جدا جبتلك بتي بالجبن الرومي بنفتحه من النص وهضفلك بقى جواء الشيبسي هتختار الشيبسي اللي بالفراخ ولا الشطة واللمون الشطة واللمون هضلك خلاص الشيبسي وكمان عليك جبنة ومزرلة هندخلهم بقى المايكروويف لمدة 30 ثانية وكده اللي بتجاهز معنا وتجبنة سايحة فعلا وشكلها زريف جدا نفتحولك في اللانش بوكس ومعها بابسي ايه رأيك؟ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فكرت ان انا اعمل كده زي ترطاية في البرينجلز في علبة برينجلز لو حبين ان انتو تاكلوا ترطا وطبعا مش هنعملها بالشكل الفضيح فممكن نعملها بشكل مبسط جدا في علبة برينجلز والتعم كمان هيكون روعة فهستخدم كيك شوكولاتة اي كيك شوكولاتة جاهز من البقالة وقطعت الكتح صغيرة ما عادت ده ماما ما عادت ده خلاص خديلك واحد وينة طب استاني لما انخلص عملت اول طبقة من الكيك وبعد كده تاني طبقة هتكون بالكريمة باستخدم معها زرف دريم ويبو باضيف له كوباية كده من اللبن المسلج يعني حطاه في الفريزر شوية علشان يكون عمل تلج كده وابنضربه كويس لحد ما الكريمة تكون بالشكل ده معانا وكمان ضفت لها لون بنفسجي وضفت الكريمة تاني طبقة وبعد كده رجعنا تاني ضفنا كيك واخر طبقة بنزيم بالكريمة وضفت لها سبرينكلز وهزينها كمان بقريو واو طلعت فخمة فعلا وشكلها جميل قوي يا ماما تديها كم من عشرة؟ عشرة من عشرة شكرا وكده الكيكا جاهزة معانا او التورتية صغيرة دي جاهزة وطعمها طحفة جدا جدا وثالث تحويل معانا هيكون بعيش التورتيلة ايه دي يا ماما بتبقي تعملي واحد تاني للرحلة؟ لا ده مش هينفع معاك للرحلة ده هيكون كده تحويل ممكن ناكله في البيت لانه مش هينفع مش هيكون مناسب معاك في الرحلة الوصفة دي من زمان جدا وانا عايز اجربها معاكو ان احنا بنحاول العيش لزي كونو كده او ايس كريم بنلفوا بالشكل ده و بنسبتوا بعود شاوي ونضيفوا في الزيت السخط لحد كده ما يتحمر معانا كمان بنعمل بنيه وقطعتوا لشرايح صغيرة هذا بنيه ماما خلاص ماشي هعملك كده هعملك ايس كريم بنيه الله وضيفنا شرايح البنيه وضفت عليها طماطب وكمان خضار وزي انتهى بالمايونيز والكاتشاب وجهز معانا ايس كريم البنيه وبضيف كده على عواد الخلق البطيخ والعنب انا عايز اوحد اكله قدام الكارتون خلاص ماشي اعملك واحد ماشي اعملك عنا بكتير وضفت معا كمان شوكولاتة جالكسي وكده لانش بوكس جاهز معانا اخر ساندوش بقى ده حكاية لوحده بمجرد ما انا شفته كده قلت لازم اجربه ونزله اصدقائنا في القناة يعملوه او يقول المامتهم عليه ان هم يجربوه طعمه لزيز جدا جدا وشكله بس كده بيفتح النفس فهنستخدم معا عيش فينه ويكون العيش لسه طري كده وبعد كده بنتهن عليه الزبدة علشان نحماصه زي عيش البرجر كده وهنجيب لحمه اللي احنا بنستخدمها في الاستيك وبنقطعها لشرايع رفيعة جدا ولازم تكون نوعية اللحمة دي بالزبط لان احنا بس هنشممها النار كده وهتستوي بسرعة جدا جدا بنضيفها بقى مكان العيش ونقلبها لحد بس متاخد التشويحة دي وضفتلها بقى الفلفل الاسود والملح وبشيلها وبضيف مكانها البصل المقطعه وفلفل حامي انا مش بحب الشط يا ماما ليه حطتيها دي شوية صغيرين جدا مش هيبانوا وهيدوها نكهة لزيزة جدا وهتحبيها دلوقتي بنستخدم معاها جبنة معينة كده هتعدلنا ماما ماشي حبيبتي هحطالك في الساندوش دلوقتي وتاكليه بنستخدم معاها جبنة البرجر او اي نوع جبنة تاني بيكون بيسيح وعملت شوية كده وضفت عليهم الجبنة وبعد كده بنضيف عليهم العيش بالطريقة دي ونرفعه بالشكل ده وشكله طحفة جدا جدا بيجوع فعلا بيجوع بسرعة طبعا اللانش بوكس ده هيكون ليه اشمعنا ده يا ماما انا عملتلك كتير وده انا هضف فيه شيبس بالشطة مش هينفعتك ليه شويبس انا ناس اللي انا بحبه لو وصلتوا لاخر اللانش بوكس متنسوش تعملونا الايموجي ده بحبكم جدا متنسوش اللايك باي باي